صباح الخير نصيحة صباحية كتير ناس بتعمدوا التقيو بالذات بعد تناول الأكل اعتقادا منهم أن الأكل مش رح يصير له امتصاص وبهيك أنه أنا مش رح أنصح لازم تعرف أن تقيو العمد هو حالة مرضية وممكن تتحول إلى حالة مرضية نفسية مزمنة تؤثر سلبا على صحة الإنسان منها تقرحات في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي قد تصل إلى سرطان في المريء أوعد فكره أن تقيو العمد رح يحل مشكلة السمنة اللي بحل مشكلة السمنة هو اتباع النظام الغذائي المتوازن وإياكو والتقيو العمد وبإمكانكم تشاهدوا حلقة كاملة عن مدار التقيو العمد من خلال متبعدكم إلينا على قناتنا على اليوتيوب